وأذهب الآن إلى سلامة عطالة من بروكسل سلامة منذ قليل تحدثت مع أحمد كلاني عن تصريحات وكلمات رئيس المفاوضية الأوروبية الذي دعا فيها إلى وقف هذه العمليات أو الهجمات ربما من الجانب التركي وهناك مخاوف يا سلامة من موجة نزوح ربما جديدة للمهاجرين وأيضا عودة مجددا لظهور التنظيمات الإرابية والجماعات وعلى رأسها داعش هل تحرك ساكنا في عواصم أوروبا الآن أم لا يا سلامة قد حركت سواكن وقفز هذا الموضوع ليكون على أجندة القمة الأوروبية التي ستعقد في السابع عشر في بروكسل وأيضا ستعقد اليوم اجتماعات في البرلمان الأوروبي بحضور موجريني حول هذه الأزمة مع قلق واضح وتحذير أوروبي لتركيا بأن لا تستمر في هذه العملية لعدة أسباب من بينها التي ذكرت وجود أو احتمال قدوم مزيد من المهاجرين خصوصا وأن الجزر اليونانية في الشهر الماضي وهذا الشهر شهدت ازدياد لم يكن مألوفا في السنوات السابقة منذ أن وقعت اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي الأسابيع الآخرة قفزت الأرقام أرقام القادمين المهاجرين السوريين القادمين من تركيا إلى اليونان ويخشى أيضا الاتحاد الأوروبي من أن هذه العملية ستؤدي إلى كارثة إنسانية وترحيل قصري من تركيا للسوريين الموجودين هناك إلى المنطقة التي تقول أنقرة بأنها ستكون آمنة خمسين ألف أو خمسمائة ألف يعني تقريبا نصف مليون كما قالت بعض الإحصائيات نصف مليون طفل سوري ولدوا في تركيا خلال سنوات الأزمة الماضية الأموال الأوروبية التي كانت تذهب إلى تركيا تحت عنوان مساعدة اللاجئين كانت في الأساس تهدف لإدماج هؤلاء اللاجئين داخل تركيا ضمن برامج تعليمية صحية تنموية وتشغيلية إذن إذا ما أقدمت تركيا دون يعني إذا ما استمرت تركيا على هذا السلوك وهي لم تنسك مع الأوروبيين الذين غضبوا من ذلك وغضبوا أيضا من واشنطن التي بسحبها لقواتها من شمال شرق سوريا أعطت الضوء الأخضر لتركيا لجنة عمليات أسرقية هناك عدم تحرك إطلاقا من الجانب الأمريكي وهناك غض الطرف من الجانب الروسي وحتى دمشق لم تعلق حتى هذه اللحظة هذه يعني من ضمن الأسباب التي أغضبت الأوروبيين أن التنسيق معهم لم يكن موجود وهم ضد هذه العملية لأسباب سياسية ولأسباب أمنية ويقولون بأنها ستبدأ هناك لكنها لن تنتهي هناك ستمتد لتشمل أمن القارة الأوروبية ولذلك ناشدوا ضامني أستانا كي يعني يوقفوا هذه العملية العسكرية في أقرب وقت ممكن ومحذرين من أن هذه العملية يمكن أن تنسف كل العملية السياسية داخل سوريا العلاقة سلامة بين أنقرة وبين عواصم أوروبا لم تكن جيدة في الفترات الأخيرة فلما توقع الأوروبيون أن يتم التنسيق معهم؟ في المواضيع الأمنية وفي المواضيع العسكرية لابد من التنسيق هناك بعض الخلافات على موضوع الانضمام وهناك خلافات في موضوع أو في بعض ملفات المهاجرين وحقوق الإنسان وما إلى ذلك ولكن تركيا والاتحاد الأوروبي يعني يتكاملان في موضوع المعلومات حول المسافرين حول الأمن في قضايا تجارية واقتصادية هذا يتوجب على أنقرة أن على الأقل تنسق مع الأوروبيين بشأن عملية عسكرية ستمس الداخل الأوروبي بشكل عميق والتاريخ القريب يثبت ذلك بأن ما يحدث في سوريا ينعكس إما عمليات إرهابية داخل القارة الأوروبية أو مزيد من المهاجرين وتوتر في العلاقات الإقليمية وبالتالي كيف يمكن أن تقدم تركيا على كل هذه الخطوات دون التنسيق ودون الاستماع حتى أو مراعاة المصالح الأوروبية في هذه المسألة لأن العملية العسكرية تبدو حتى هذه اللحظة لكن الاحتمالات أن تتطور إلى كوارث إنسانية وإلى تهديدات أمنية جدية على الجميع هذا الذي يخيف الأوروبيين طيب الجيش التركي حتى هذه اللحظة يا سلامة استهدف 16 نقطة في الشمال السوري ودوي وسماع دوي انفجارات في بلدة رأس العين وسط حركة نزوح كثيفة للسكان ربما كما ذكرنا منذ قليل سويا هي موجة جديدة من النزوح هل حالة التأهب الأمنية هل تم استدعاؤها في بروكسيل أو في غيرها من العواصم الأوروبية الآن تخوفا من هذه الموجة الجديدة من النزوح لذلك سيناقش الموضوع على مستوى القمة لأن هناك ضرورة لتدخل الدول بالأجهزة التنفيذية لحماية الحدود الخارجية لمساعدة اليونان في استيعاب عدد اللاجئين القادمين لدراسة كيف يمكن التعامل مع تقريبا شبه انتهاء الآلية التي تم الاتفاق حولها مع تركيا في مسألة اللاجئين بما أن المسألة تطورت بهذه الخطورة لهذه الأسباب كلها ستكون الأزمة السورية ستكون العملية العسكرية التركية على جدول القمة الأوروبية في السابع عشر وبالتالي هذا يعني أن الحكومات الأوروبية سيكون لها سلوك على الأرض في مواجهة التهديدات إذا سمي التهديدات في موضوع قدوم مزيد من اللاجئين على الأقل إلى أوروبا